بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نتمنى أنكم ركم بألف خير وعافية نتمنى أنكم مهما كان ما استسلمتوش جماعة الأحرار والمتمدرسي نتمنى أنه إن شاء الله الحرقة التاع الباكالوريا والحرقة التاع تحقيق الحلم لم تذهب لمجرد اختبارات الفصل الثاني نعرف بللي ناس تعبت وربما في الآخير ما تحصلوش على نقاط ملاحة لكن ديروا حاجة في ريسانكم بللي أي واحد فتع هذا المرحلة متاع يتعب وما ينالش لكن الأجمل فيها أن الإنسان يستفاد من الهفوات اللي يطح فيها ره ما زال ثلاث شهر يعني الإنسان يقدر يحقق فيها ما لم يقدر عليه منذ سنوات قعد دراسيته لكن أول شي راني دايما نعاود نأكد وليدي وبنتي حتى أخويا وأختي لي أنا رامكين جمع لي ليبر لي رام كبار مرحلة هذه اللي بقات أول شي أكد لكم عليه وحاولوا تديره هو توقيت وفي ذاك التوقيت حاولوا ما تديروش إلا زوج مواد أو مادة الهدف التاع نحن واش هو هو استغلال الوقت إلا كان مادة نقدر نقعد معها أسبوعنا ندرس فيها ما هو شعيب على أن الهدف التاعي هو القضاء على المشاكل اللي نعاني فيها من هذه المادة خاصة المواد الأساسية دركها واش تدير؟ واش تدير يا بنتي؟ رع عندي مشكل في نقطة معينة ما نبقاش نتحصر في نفسي أنا منيش فاهمه لا نحاول مباشرة نروح لهذه النقطة راني نعاني منها نحاول نحل المشكلة التاح رع عندي مشكل في الرياضية مثلا في الدوال نحكم خمس يام وانا مع الدوال خاصة نقوم بحل البكالوريات بها نعرف المستوى التاعي ونعرف طبيعة الأسئلة وحنا الحمد لله رانا تقريبا يوميا نحط لكم الجديد وكاين مواضيع قديمة هذا الشتاع مادة ولا زوج أنا شخصيا طبقتم هل لي كنت كما أنتم طالب ترمينال كنت مرات نقعد أسبوعنا نقدر ندرس في مادة ترياضية ولا أسبوعنا نقرأ ندرس في مادة تلفزياء أعلى حتى الأقل التاعي يرتاح نفسيا من جهت ذيك المادة شوفونا أعطيكم غير مثال مثلا جمعت العلميين مثلا مادة الفلسفة عندك بزاف ما راجعتها من سبتمبر نفسيا مش مرتاح من جهت مادة الفلسفة بالرغم هي مادة تقدر تقضي على المشكلة التاحة لمدة أسبوع يعني كاين واحد الأشياء أولاد ابناتي هم أمور نفسية أكثر ما هي أمور تعليمية همتونية كما مثال واحد يسمع في الدار حاجة تقرقب في الليل أكيد يجو كل وساوس ممكن خاصة اللبنة الجن غولة كذا ويحرم عليك الرقاد وتبات ما هل يتشعلي الضو سيبو قريلو لاسق في كيس في صاشية هو رايدر في ذلك المشكل والله يصدقوني ما كش ما أدي يسموها صعيبة سيبها صعيبة أعطيها حجم ساعي كبير للمراجعة أنا عندي مشكلة في أي حاجة ما نبقاش نتحصر في نفسي الداخل وخايف بلك الغولة شعل الضو وروح تصيب مجرد قريلو لهذا كان صحبين تنجحوا وتستغلوا الثلاثة الشهر اللي بقات استغلوها بعقلية مادة وحدة لمدة التنهار والليوم والليوم والليثلثية وإلى حبيت نخصص مثلا المواد التوالحفاظة نعطيهم وقت اللي ساعدني أنا نحن الهدف بتاعنا هو استغلال الوقت أما ذي بتاع خمس مواد جربناها وجربوها التلاميذ وجربوها وما ستقدش عليه أن المادة اللولة المادة الثانية يقول لي عقلك في المادة اللولة خمام في المادة الثانية وأنت تقرأها ومن بعد المادة الثالثة الثانية كنت الحقلية تقول لي في الثالثة تصيبها نفسيا عيد صح لما نخير مادة واحدة نفسيا ممكن تقيق على اللولة تكره ومن بعد تستلذ تحسب اللذة أنت هذه المادة بلاي سهلة زي تتمتع وجربوها أولادي وجربوها ابناتي خاصة راه جاي ناضر جايثنا العطلة وجاي رمضان يقول لي كاين وقت المراجعة بزاف خاصة العطلة ديروا توقيت ماشيش تعشهر ولا شهرين انتع ثلثيام ربعيام أسبوع فقط قال هذا الأسبوع هاوش نقرأ هاوش نقرأ هاوش نقرأ ومن حاولش نجيب توقيت تعنس وحد آخرين ها كل واحد يشوف اللي تخرج عليه كان واحد الملاحظة كذلك كان جمعنا ما يقول لك أنا نوضع لزوج تعليل النخرى أجمعها هاديك ماشي طريقة الليل مديور للرقيد والنهار مديور للقراية الليلة سوبات والنهارة معاش هذه النصيحة التاعي وإياك تستسلم ولا تبقى أنا ما جبتش مليح إذن أنا ما ننجحش هذه فكرة غالطة رغم الكثير طبقوها ها جمعها وسمحوا وحطوا الكالاريس وقال لك ما فيهاش الباك عام سنة ولا ما فيهاش لميدسين عام سنة ولا ما فيهاش كذا ما زالوا ثلاثة شهر تقدر تبدع وتبدعين في الشي اللي ما زال غير شوية كوراج برك غير شوية ما تبقى وش تتحسروا واحد الحكمة وش تقول اللي تهدرها جريها اللي تبقى دايما خايفها وش تبقى خايف وأنا ما ننجحش وأنا ما ننجحش إيش بدي كرة استعك وإيش بدي كرة استعك وبدأ يتقرعي ودائما حاولوا تنقسم لكون يكسوا جمعالي أنه غير صراحة أيتدي الوقت إن شاء الله النصيحة نفعلت الناس اللي يفهموا النصيحة ويحاولوا يطبقوها وعلى بالي أنتم كامل تحبوا النصيحة وتبقوا تطبقوها من حبكم ونمتاليكم إن شاء الله كامل تنجحوا في الأخير لا تنسونا بالدعاء لأننا بالصحة والعافية والطراح مع رحمة الطاهرة السلام عليكم حاطف التيفون شوية وروح تريح مرح تريح